إذن مشاهدين نذهب إلى هذه الأخبار العاجلة وهذه صورة لقائد الدعم السريع بولاية الجزيرة الذي انضم إلى الجيش إذن مشاهدين نقلا عن مصادر على ما يبدو اتفاق بين قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل مع قيادة الجيش هناك مصادر أيضا تحدثت عن التقاء كيكل وقوات من الجيش في وقت ظهرت في عدد من الصور المتداولة التي نعرضها الآن تجمع كيكل مع ضباط من الجيش وهو قائد قوات درع السودان انضم لقوات الدعم السريع عقب اندلاع الحرب بنحو أربعة أشهر في أغسطس 2023 سيكون لنا وقفة مع هذا الخبر وهذه التطورات في السودان في سياق هذه الساعة لترجمة نانسي قصة ترجمة نانسي قنقر